اسمي محمد ايوب من جمعية نحنو جمعية نحنو ما بعرف اذا بتعرفوها هي الجمعية اللي اشتغلت لتفتح حرش بيروت لأهلنا لكبار العمر اللي عنا لأطفالنا لأنه بيلبق لهم اكتر ان الشارع انهم يلعبوا فيه واشتغلنا لنمنع اقفال رملة البيضاء امام اللبنانيين وغيرها من المشاريع نحن عم نشتغل باربع عشر بلدية بلبنان نشمال لبنان لجنوبه لبقاعه طبعا بس بلشنا ببيروت وكانت اول قضية اشتغلنا عليها هي حرش بيروت ومن الاخر نحن ما قلنا علاقة ولا اي حزب او تنظيم سياسي ولا بده يكون قلنا علاقة نحن بنشتغل تنمية ومع الناس هيدا مين نحن ليش طريق جديد لما نقول كنا طريق جديد كان دايما منطقة عجقة شعبية فقرة بطالة دايما اذا بتحضروا على التلفزيون هيدا الشي اللي بنحكى عن طريق جديد بس لما نحن مشينا بطريق جديد وتعرفنا على طريق جديد تعجبنا طريق جديد اكتشفنا شي جديد بطريق جديد ما بتعرفوا وما بعرف ليه ما بيتضوع ليه وما بكون هو الاساس اكتشفنا انه طريق جديد هي تاريخ وهي اثار وهي ثقافة وهي قصص هالعالم قصص بيروت والعالم البعده موجوده بطريق جديده بريد طريق جديده بتعرفوا البناء والبطون اللي هجم والناس اللي كانوا عايشين ببيروت وفلوا من هيدا المنطقة بسبب الهجم العمرانيه فقدت النسيج الاجتماعي طبعه وفقدت تراسه وتاريخه بس فيه امل لبيروت بعده فيه امل لبيروت بعده انه هالقصص لانه طريق جديده بعده لهلأ محافظة بعده هيدا الامل بقلب هيدا طريق جديده سو بعده طيبة الانسان البيروتي وبعده القصص وبعده المعالم الاثرية والثقافية اللي بتدل على هيدا القصص وبظن اي جمعية اذا بلا تشتغل في حدا قال لي ليه عم تحطه بطريق جديده حطه بعين لمريسة بظن بيروت بكبساطة هي طريق جديده اللي بده يشتغل لبيروت بده يبلش من هون من شوارع هيدا المنطقة ومن ابنيتها وناسها واهلا كلمال هيك اول شغلة عملناها لنظهر هيدا الشي ونغير هيدا الصورة النمطية اللي عم بيحاولوا يبيعون اياها بالاعلام اول شغلة لتعاينا بثلاثين شاب وصبية من طريق جديده واشتغلنا معن لنعرف هيدا الاماكن الاثرية لنلاقيها لنجيب خريطة ونحطها على الخريطة شو هي هيدا المعالم مثل طبعا حرش بيروت اللي مرتبط بالذاكرة هو حرش العيد تعرفوا طريق جديده كان تربط الرمل البحر بطريق جديده بحرش بيروت مثل بنايات اثرية وقديمة مثل بناية السمان مثل بناية مكاوي اللي هي تعتبر سروة عمرانية وتاريخية مثل قهوة دغان اللي نحن فيها مثل غيرها مثل الملعب البلدي اللي شهد تاريخ الفطبول بلبنان اللي هلأ كمان فيه احتمالي شلو ولكن هيدا هلقات تاريخي وإلو إيمي لطريق جديده وغيرها ما حنخلص فحاولنا مع هالشباب نعمل هيدا الخريطة لأهم هالمعالم والشباب عملنا كمان مثل حوار أجيال التقوا بالكبار بالعمر وصاروا يسألون ع هالأماكن وكتبوها فمن هون قلنا وهلأ البرشوري اخر شي بتاخدوه محطوط برا صار فيه عنا خريطة صارت معروفة شوي المعالم ومكتوب نبزي عنا فهيدا أول تدخل كان لقلنا نحنا بدنا نعمله تاني شي عملنا بكرة إن شاء الله حنحط على كل معلم مثل تابلو مكتوب عليه شو هو وشو تاريخه للواحد بطريق جديد يحمل هالخريطة ويتمشى ويتفرج على هيدا التاريخ والثقاف وتاني موضوع وكتير مهم قررناه لأينا في طريق واحد بياخد مباشرة الناس من طريق جديد لحرش بيروت وبذكر بذكركم تاريخيا كان مربوط هلا ما نعمل هيك بس في طريق واحد بيربط طريق جديد لحرش بيروت هو شارع مكاوي كرمال هيك قررنا نعمل طريق أخضر مش بس بحرش بيروت أخضر ما أن الخضار يرجع يفوت على طريق جديد طريق جديد كانت كلها بستين بدوا يرجع تفوت لتحرش بيروت على طريق جديد ويتغلغل بين أهله لذلك قلنا خلينا نبلش بهيدا الطريق لنزرعوا شجر كله سواه ونحط مقاعد ونضويه إلا ترجع الناس تمشي فيه وتنبسط وتحس حالها رجعت أيام زمان مثل ما كانوا الكبار بالعمل وقتنا نسألهم يقول لي رزق الله ع أيام زمان منا نرجع نشوف هيدا الشي بقلب طريق جديد ونشتغل سوا لنرجعوا فهيدا التدخل الثاني طبعا في بعض الخلافات البعض بين بعضهم السياسيا يعني ما خصنا نحنا فنطرينهم ليحلوها لنبلش بهيدا الشارع لأنه بظن الناس تستحق هيدا الشي أنا هيدا بس بدي أقوله لأنه بدي أترك للشباب اللي اشتغلوا على هيدا المشروع هن يحكوا هن يعرفوا بس بدي أقول متل ما قلت عبل أهلا وسهلا فينا وفيكم ببيتنا ببين أهلنا كتير ممنونين لكل الشغل اللي نعمل بدي أشكر أهوى الدغان شكري كتير لألك لا استضافتنا ولتقديم كل الدعم لألنا فشكرا كتير لألك بدي أشكر كمان كشاف الجراح لأنه كمان نحن وكشاف الجراح كان فيه الشراكة وكنا عم ندرب عندهم لأنه كمان كنا قاعدين عم ندرب عندهم بالمكتب طول الوقت فاتحملونا وأيضا بدي أشكر كمان ابن طريق جديدة الأستاذ زياد عيتاني اللي هو اللي هو كمان سبقنا أكتشيلي وبلش يشتعمل عرض مسرحة عن طريق جديدة وغنى الثقافة طبع طريق جديدة وكمان بدي أشكر ثلاثين شاب وصبيه اللي اشتغلوا مش حقدر عددهم وفريق العمل طبع نحن وشكرا لحضوركم وطريق جديدة بتستهل شكرا لألكم